الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى الشك إنه من الشرك ويدخل في هذا ما يصنعه بعض من يرقي الناس يقرون على الناس فيستعينون بالجن أثناء قراءتهم على الناس أو رقيتهم للناس يستعينون بالجن وحين يتحدثون مع الجن ويسألونهم من وضع هذا السحر أين وضعه كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز فلا يجوز إذن الذهاب إلى هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن وإن ادعوا أن هذا جن مسلم وأنه يساعدنا هذا كلام فاضي لا قيمة له أبدا وما أدراك أنه جني ومسلم كيف تعلم الآن إذا جاءني إنسان وقال لي أنا مسلم احتمال يكون صادقا احتمال يكون كاذبا طيب كيف أعرف صدقه من كذبه أسأل عنه أين تسكن أين تعمل أين تجلس أذهب وأسأل في عمله فلان تعرفون هنا هل هو مسلم أو لا أين تعمل فلان تعرفون مسلم أو لا أين تجلس فلان أحرف أستطيع أن أصل إلى نتيجة طيب الجن وين نسأل عنه أين نسأل عن الجن جاني جني قال منافق ما عنده مشكلة يقول أنا مسلم منافق وقال أنا مسلم يكذب كيف أتثبت هو صادق أو كاذب لا يمكن فدعوى أن هذا جني مسلم ما يدرك أنه مسلم كيف علمت أنه مسلم بدعواه لا تكفي دعوة أصل لو كان مسلما فإنه ممنوع من التعامل معك لا يجوز الجن المسلم أن يتعامل في مثل هذه الأمور فعلى كل حال الذين يرقون الناس ويقرؤون عليهم ويتعاونون مع الجن وإن الدعوة أن هؤلاء الجن مسلمون لا يجوز الذهاب لهم ولا التعامل معهم وقد يكون بعضهم مغتر بهذا الجني مصدق لهذا الجني أو أحيان بعضهم يقرأ على المصروع أو على غيره ويبدأ يتحدث مع الجني ويسولف معاه وكذا لا يجوز هذا الكلر أبدا وإنما المطلوب تقرأ عليه ثم تقول أخرج عدو الله أو تذكره بالله أخرج من هذا البدن لا تؤذيه لا كذا وانتهى الأمر أما يتحدث معه أين وضع هذا السحر ومن وضع هذا السحر وكم عددكم وهل من منكم دخل في الإسلام كلام فاضي لا قيمة لها أبدا فلا يجوز مثل هذا الأمر ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن وإن كان ظاهرهم الصلاح لأن هؤلاء مغرورون مغشوشون فلا يجوز التعامل معهم ولا الذهاب إليهم والله أعلم